لكن كيف اختفى الدبلوماسي الليبي أسامة يونس بحلاق في بنغازي؟ وما السر أيضا وراء تزايد هذه العمليات المشابهة؟ تقارير الليبية قالت إن مشادة ناشبت بين ناجل بحلاق الذي كان بصحبة والده في زيارة إلى بنغازي وقوات من الشرطة العسكرية وبعد انتهائها توجه الدبلوماسي لزيارة شقيقته في أحد مستشفيات المدينة فألقت الشرطة العسكرية القبضة عليها السفارة الليبية في عمان قالت إن الحادث انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية وما تتضمنه من حماية للموظفين الدبلوماسيين ولكن بعد بيان السفارة الليبية في عمان تداول نشطاء تعليقا لأحد المنتسبين لقبيلة العواقير التي ينتمي إليها بحلاق ناشد فيها السلطات الأمنية بإطلاق سراحه وسط دعوات حقوقية بضرورة الكشف عن مصيره الحادثة لقت أيضا تفاعلا من رواد مواقع التواصل إذ أبدى نشطاء تخوفهم من أن يلقى بحلاق مصير النائب إبراهيم الدرس الذي اختفى في بنغازي منذ أربعة أشهر ولم يعرف مصيره حتى الآن شهود عيان قالوا أن الدرس اختطف من منزله بعد حضوره احتفالا نظامه الجيش الليبي مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية عثلت على سيارته في منطقة سيد فارج شرقي المدينة وأصبحت عمليات الخطف والإخفاء القصري منتشرة بشكل واسع في ليبيا إثر الفوضى التي سادت البلاد بعد سقوط نظام معمر القزافي عام 2012 واثني عشر أوضاع دفعت البعثة الأممية إلى إدانة كل أشكال الاحتجاز التعصفي مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تقود سيادة القانون وتخلق مناخا من الخوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر